السباق النووي ما إن يهدأ حتى يلتقط أنفاسه وينطلق من جديد في خضم أزمة روسيا والغرب فالسلاح النووي على ما يبدو أنه الورقة المحببة للرئيس الروسي إذ لا يفتأ يلوح به بين الحين والآخر سيد الكريملين يعيد هذه المرة نغمة السلاح النووي إلى الواجهة من جديد أمريكا تحتفظ بمئتي رأس نووي تكتيكي في ست دول أوروبية أعضاء في النتو والاستخدامها تم تجهيز 257 طائرة نعتزم تزويد بيلاروسيا بصواريخ حديثة قادرة على حمل رؤوس النووية والعمل على تحديث طائراتها العسكرية بوتين التزم بتزويد بيلاروسيا بالسلاح الروسي وتحديث طيرانها لاستخدام الأسلحة النووية التزم وبرر حيث أكد أن أمريكا تحتفظ بمئتي رأس نووية تكتيكية في ست دول أوروبية تعد أعضاء في النتو وقد تم تجهيز 257 طائرة للاستخدام المحتمل لهذه الأسلحة أما حليف موسكو الاستراتيجي اعتبر عزل لتوانيا لمقاطعة كالينجراد الروسية إعلان حرب يأتي هذا بالتزامن مع الضربات الصاروخية التي انطلقت من بيلاروسيا وسقطت في مناطق حدودية شمال شرقي كييف فيما رأت وزارة الدفاع الأوكرانية أن الكريملين يسعى لجر مينيسكا إلى مشاركة مباشرة في الصراع عبر تنفيذ هجوم مكثف من أراضيها السلاح النووي سلاح مناورة لا ينفك يغيب عن واجهة الصراع المحموم بالتهديد تارة وبالتسليح والتدريب تارة أخرى ليظل النووي حديثا فقط على أرض المعركة ليس إلا حتى اللحظة في ظل مخاوف من تسارع السباق النووي ترجمة نانسي قنقر